شارك سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في الحفل الذي أقامته شركة نسيج بمناسبة تحقيقها نسبة بحرنا بلغت 100% في كافة الوظائف وذلك بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة وكيل وزارة العمل وبهذه المناسبة اشهد سعادة الوزير بجهود شركة نسيج في استقطاب العمال الوطنية مؤكدا في هذا السياق أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب البحريني وتأهيلهم وتمكينهم لإدماجهم في مختلف القطاعات الانتاجية واعتبر سعادته أن هذا الانجاز يعكس مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل دعين الشركات لتبني سياسات فاعدة لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية خصوصا في ظل ما تقدمه الحكومة من سياسات وبرامج محفزة وداعمة لجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف وأشار سعادة وزير العمل إلى همية الاستثمار الأمثل في الكوادر البحرينية والثقة في أبناء الوطن وقدرتهم على الارتقاء بعمل المؤسسات وتحقيق الأهداف المرسومة لها من جانبه أكد السيد أمين أحمد لعريض المدير التنفيذي لشركة نسيج أن الشركة ستوصل جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم وذلك انطلاقا من رؤية الشركة الطموحة في تبني المواهب البحرينية الشابة في مختلف الاختصاصات شكرا للمشاهدة